ثلاثون سنة من الخبرة في مجال تربية الأغنام والأبقار كانت كفيلة بأن تجعل من السيد نور الدين بن كحلة يكتسب الخبرة ويتمسك بالمهنة رغم كل العراقيلة دولة تخلاتشو يا الأرض الرعاوية أعطاول للناس الأمتياز ما فرولهم شروط كما نقول لك يعطيلوا أرض هكذا باش يزرحها ولا يدير لها العشبة تاحها ما كتولي في حفر آبار ما يخليش يحفر دولة كوالما هو الصح دولة يقنن سنة وغير العام باش تحشته باش يجي العام صادح بوندوك هذا ربي سبحانه ولي يحكم في الأمر التاعو ساعة يجي العام مليح ساعة ما يجيش العام ساعة الإنسان يضمن لرض بحفر الآبار والحفر الآبار هي شوية صعيبة باش ما تجي تحفر ما يخلوكش ارتفاع سرى العلاف بنسبة 60% وغياب الأراضي الرعاوية متاغيب لطالما تصدرت قائمة إنشغالة الموالين كان يدير 150 ولا يدير 270 تسمى زاد دوك الموالا هنا تصحاب لي ربو المال مقدروش علاش دوك هيا نورمامو الآلاف هي اللي تغلي لحم وتنقص في الإنتاج صادية الابروديكشون تكون ناقصة علاش دوك الخروف يقدر يكون حتى كيلو كيلو ورطل في النهار دوك اللي تخليها عام باش توجدوا يكون حتى ربع قناطر ربع قناطر يكون حتى مليون وميتين بزاف على الموال فلس تعب التاعو والرعي تاعو أما سيرتوا سيرتوا الناجا يمات الخروف هذه الناجا هي الصح لازم يديروا للآراض الرعاوية يعودوا يديرواها كما بكري فسكوا لها ربي سبحانه يقول لك الماشية الماشية هذه الماشية لازم تمشي وتأكل اللي كانت تعطي لها العلف يتسمع لك الضرف الاقتصادي مشاكل نفسها تطرح في كل مرة ما يترجم أن هؤلاء الموالين لم يلتمسوا شعارات الاهتمام بالقطاع ليومنا هذا موسيقى موسيقى